عودة الاتزان الذي شاهدناه هذا الأسبوع للسوق المصرية هل هي مرتبطة برأيك بالنسبة للتطورات العالمية ولا نحن نشوف أيضا بعض الانعقاد لمؤتمر يوروماني كان له تأثير على السوق يمكن نحن السوق المصري زي ما حركت ذكرت في التقرير في البداية بيعاني من فقدان للثقة بشكل غير عادي أنا في البداية بس قبل ما أبدأ الحلقة أحب أرحب بيكي وعودتك من الرحلة الناجحة إلى واشنطن ونورتي قناة سيني بسي عربية شكرا سيد وائل فبنقول في عدم ثقة عدم ثقة أدت إلى بيع مكسف للمصريين عدم ثقة في إدارة المنظومة عدم ثقة في المجموعة الاقتصادية والتصريحات اللي بتنزل من قبل المجموعة الاقتصادية عدم ثقة في الحكومة نفسها عدم الثقة ده أدى إلى الوضع اللي احنا وصلنا له في سوق المال المصري في البرصة المصرية عدم الثقة فقد بقالنا شهور يعني هنها مش هنقول الأسبوع ده أو الأسبوع الماضي تأثرنا بالأحداث الخارجية احنا منذ بداية العام الأسواق العالمية كانت بتصعد وإحنا بنهبط هبوطنا ده أملوش لنتفسير واحد أن في حالة من فقدان الثقة كبير جدا أصاب المتعاملين لدرجة ما بنتأثرش نهائي بأي خبر إيجابي وعندنا أخبار إيجابية كتير جدا تطلع المؤشر فوق 12 ألف وتأثرنا السلبي بالأخبار السلبية بقى مبالغ فيه فبيحصل الهبوط اللي احنا بنشوفه والأيام اللي احنا بنشوف فيها هبوط غير عادي في البورصة المصرية طيب احنا عم نتابع بعض التصريحات فيما يخص سعر الصرف يمكن فيه نوع من التضارب يعني لا يعطي وجهة صحيحة بالنسبة للمستثمر يا أستاذ وائل تصريح وزير الاستثمار بأنه سيتم تخفيض سعر الصرف البنك المركزي قال بأنه لاجهة يمكن أن تتدخل بعملية سعر الصرف الحكومة أكدت على دور البنك المركزي أيضا بالتالي هذه المواقف وهذه التصريحات قد تعطينا نظرة بأنه فيه نوع من الإرباك اليوم عم بيصير فيما يخص قرار سعر الصرف الجنيه أمام الدولار مظبوط نوع من أنواع الإرباك احنا عارفين أن الجنيه المصري قصد الدولار احنا ما عندناش موارد حاليا دولارية ولكن عايزين نحط بعض النقاط أمام متخز القرار احنا كلينا قبل كده سنة 2003 تجربة في تحرير سعر الصرف فارتفع الدولار إلى مستوى السبعة جنيه وبعد كده هبط تاني إلى خمسة جنيه ونص وبدأ يتكون عندنا الاحتياطي من قدي لأن ساعتها كان الحكومة عندها رؤية كان عندها رؤية لتحقيق معدلات نمو وبدأ التحقق هذه الرؤية كان عندها رؤية لتشجيع الصادرات لتشجيع الاستثمار المباشر لتشجيع السياحة احنا دلوقتي الموقف مختلف بيتكلموا في سعر الصرف وكأنه هو فقط العامل المحفز للصادرات مع أن الصادرات لها عوامل أخرى تحفزها غير سعر الصرف وكأنه فقط هو العامل المحفز للإستثمار المباشر في حين أنه له عوامل أخرى تحفزه منها الثقة نحن لسه نقول فقدان الثقة حتى المستثمر الأجنبي خايف من اللي كان حصل قبل كده في بعض القضايا التي رفعت وبعض العقود التي ألغيت بعد إبرامها فده عوامل كتير بتحدد إذا كان سعر الصرف تخفيضه هيكون إيجابي ولا سالبي وعايزين نقول لمتخز القرار إحنا الاقتصاد المصري أكتر من 60% منه مستورد فتخفيض سعر الصرف هيؤدي إلى نوع من أنواع التضخم وإحنا عندنا يمكن فيه أصلا تضخم في السوق المصري حالة الفقر زادت فأعتقد أن القرار حساس جدا جدا وده اللي بيحاول البنك المركزي أنه هو يوضحه بالبيانات اللي نزلها النهاردة ومبارح على ميزان المدفوعات وعلى بعض الأرقام الاقتصادية طيب يعني يمكن مصر والحكومة خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة أمامها جزء من الالتزامات عليها تسديدها عم نتحدث بقرابة 3 مليار دولار منها جزء بالنسبة لقطر أستاذ وائل وبالتالي يمكن هنا التساؤل من أين ستأتي الحكومة اليوم بتسديد هذه الالتزامات وهل عملية ربط سعر صرف الجنية الآن تخفيضه أو رفعه يعني يمكن أن يؤثر على تسديد هذه الالتزامات بالفعل إحنا علينا الالتزام الشهر الجاي الوديعة بتاعة قطر حوالي مليار دولار علينا المليار وربع دولار السندات اللي كانت أصدرها منذ عشر سنوات استحققها عندنا أيضا 700 مليون دولار في يناير استنادي باريس يعني حوالي 3 مليار زي ما حضرك ذكرتي ولكن وزير المالية كان أعلن الأسبوع الماضي أنه بصدد طرح شريحة جديدة من السندات الدولية احنا عندنا فيه شريحة طرحت بمليار ونص دولار دي جاي لنا خلال الفترة الحالية هتغطي جزء من المطالبات اللي علينا ويفكروا في طرح شريحة أخرى أنا بتوقع أيضا أن مصر تلجأ إلى صندوق النقد وممكن يكون طلب من مطالب صندوق النقد هو تحريك سعر الصرف عشان نرجع نتفاعد تاني مع الصندوق في أن احنا نأخذ احنا كنا طالبين من الصندوق قبل كده 4 و 8 من 10 مليار دولار فلما جلنا المعونات والمساعدات العربية توقفنا عن هذا الطلب أنا بتوقع أن يرجع تاني يتم تجديد الطلب بحس أنه عندنا موارد دولارية تغطي هذه المطالبات في الفترة القادمة نقطة أخيرة نحن بترقب زيارة صندوق النقد للأسبوع القادم إلى القاهرة هم موجودين بالسعودية وسمعنا بعض التصريحات بأن الصندوق يركز على تخفيض بعض المشاريع غير اللازمة والتركيز على التنموية هل سنرى نفس الاختراحات ربما تقدم للاقتصاد المصري أستاذ وائل حالة الاقتصاد المصري تختلف عن حالة الاقتصاد السعودي نحن هنا في الاقتصاد المصري عايزين نعمل عملية نمو للاقتصاد أول حاجة من طرق النمو أن الحكومة تقوم بعمليات توسع في الإنفاق والإنفاق الاستثماري المشروعات الكبرى أعتقد وده اللي بتقوم بالحكومة عندنا مشروع قناة سويس تم عندنا مشروع استصلاح مليون ونصف مدان عندنا مشاريع طرق وكباري كتير جدا في مصر أعتقد أن احنا كحالة الاقتصاد نختلف على الاقتصاد السعودي لذلك أنا بقول أن يمكن صندوق النقد يشجعنا على إنشاء مزيد من المشاريع بشرط أنها يكون مشاريع استثمارية ولها عوائد استثمارية تغطي تكلفتها وتقدر تساعد في التحريك الاقتصادي في الفترة القادمة شكرا جزيلا لك سيد وإلعنب رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظة كنت معي من القامة